نصر الله أصبح أميناً عاماً لحزب الله في 1992 بينما كان في الخامسة والثلاثين من عمره فقط وأصبح الرمز المعروف للحزب الذي كان يوماً كياناً غامضاً أسسه الحرس الثوري الإيراني في عام 1982 لمحاربة قوات الإسرائيلية إسرائيل كما أعلنت مقتلى نصر الله قتلت سلفه عباس الموسوي في هجوم بطائرة هليكوبتر نصر الله الذي تمسك بعبارة النصر الإلهي في عام 2006 بعد أن خاض الحزب حرباً استمرت لمدة 34 يوماً مع إسرائيل أصبح شخصية مثيرة للانخسام وبشكل متزايد في لبنان والعالم العربي مع اتساع منطقة عمليات حزب الله لتمتد إلى سوريا وخارجها نصر الله صور مشاركة الحزب في سوريا على أنها حملة ضد المتطرفين وفي الداخل قال منتقدون نصر الله إن مغامرات الحزب الإقليمية كبدت لبنان ثمناً ضاهظاً مما دفع دول عدة كانت صديقة للبنان ذات يوم إلى تجنب البلاد وهو عامل ساهم في انهياره المالي في العام 2019 في السنوات التي أعقبت حرب 2006 سار نصر الله على حبل مشدود فيما يتعلق بدخول صراع جديد مع إسرائيل قام بتخزين الصواريخ الإيرانية التي بقيت في مخازنه بعيداً عن توازن الرعب الذي روج له طوال سنوات العدو هنا منذ اليوم الأول أيضاً سعى إلى إطفاء جبهة لبنان جبهة الإسناد اللبنانية إلى إطفائها إلى توقفها توقيفها إيقافها وستخدم في ذلك الكثير من المحاولات الضغط والتهويل وإن كان في الوضع الميداني التزم بالنسبة كبيرة ومش بالكامل بقواعد الاشتباك التي نشأت وإلا أي إسرائيل بتهول بالحرب ما جرى عليها خلال 11 شهر كان في الماضي 1% منه يخلي إسرائيل تعمل حرب لكن هذا نتيجة العوامل التي استجدت في الجبهات وتوازن الوعب ووضع القائم يمتلك نصر الله سجلاً حافلاً من إطلاق التهديدات لعداء لا يستهان بهم فمع تصاعد التوترات الإقليمية بعد اندلاع حرب غزة وجه نصر الله تحذيراً غير مباشر للسفن الحربية الأمريكية في البحر وفي عام 2020 تعهد نصر الله بأن يغادر الجنود الأمريكيون المنطقة في نعوش بعد اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية في العراق وفي عهد نصر الله اشتبك الحزب أيضاً مع خصوم داخل لبنان ففي العام 2008 اتهم نصر الله الحكومة اللبنانية بإعلان الحرب من خلال سعيها لحظر شبكة الاتصالات الداخلية لجماعته أدى ذلك إلى اندلاع مواجهات استمرت إلى أربعة أيام بين حزب الله ومقاتلين سنة ودروز وسيطرت الجماعة الشيعية على نصف العاصمة بيروت نفى بشكل قاطع أي ضلوع لحزب الله في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005 بعد أن وجهت محكمة مدعومة من الأمم المتحدة اتهامات إلى أربعة من أعضاء الحزب